السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد زوج حلوات الصحيين والساهلين وما ياخدش بالزبط ديل الوقت حتى الفيديو سيكون قصير ان شاء الله تربوهم تردو علي اخبار كيف العداء وبسم الله على بركة الله نبدأ بالوصفة الأولى الوصفة الأولى هنا سنحتاج ثلاثة ديل اكواب ديل اللوز ممكن نديرو كوكاو اللو بغيتو ممكن نديرو حتى زنجلين يكون طحون وغدا نزيدو واحد الكاس ديل الماء ممكن تجمعو بكاس ديل تفاح مثلا طيبو هادا تزيدو هنا غدا نديرو واحد زوج مع القاتل ديل الزبدة إلا بغيتو راه ممكن لمكي ياكلش الزبدة هاد زبدة هاديرا بيو لما كتبغوش الزبدة ممكن تعوضوها بزبدة الكوكاو الفول السوداني او زبدة اللوز غدا نزيدو كشته التمر تمر طحنتو واحد المعلقة ديل القرفة بالنسبة للتمر تقريبا عندي 100 جرام صافي وهذه هي المكونات ديلنا ممكن تزيدو شوية مظهر لابغيتو تعاوضوا بهم القرفة صافي وغدا نجمع هذا الحلوه هادي ذاك الكاس ديل الماء هو اللي كي يجمعه ذاك التمر حتى هو كي يجيبها معلكة ممكن يعني ممكن تديرو لابغيتوها تجي نقصة شوية في الحلاوه لان ذاك التمر كي يجي حلوه ممكن تعودو التمر بزبي صافي غدا نشكلها كاكويرات وغدا نزينها كدبلوزة ممكن نزينوها برقائق اللوز او تزينوها بزنجلان يعني باش ما بغيتو صافي وكامدة نحط في الصفيحة في اللاطة ديال الفرن والفرن راني سخنته في هاد الاثناء درجة الحرارة 100 و60 درجة غدا نخليها الطيب غي باش تقبط راسها وكيتبخر ذاك المال لي باش خلطناها وصافي وكيتصبح واجدة يعني تقريبا 4 ساعة او 20 دقيقة صافي كتخلي واحدة كتبرت تماما عد كتاب بسم الله على بركة الله هنا غدا ندوز الحلوة الثانية هنا غدا نوريكم اللان اللي كي سول عليه اللان او حبوب الدخن او البشنة هاتش اللي تفكرتو كين عندها بزف ديال اسماء عندي هنا ثلاثة ديال اكواب انا دائما كنغسلها وكننحمصها بشكي ولي المدقة ديال هزوين وغدا نزيد ملعقتين ديال كاكاو اللي ممكن تعاوضوهم بالكاوكاو او اللوز يعني ممكن تنسمو باش ما بغيتو انا نسمت بالكاكاو انا غادرت غير صك اه اه درت هات السكر الاسمر ممكن تديرو الي بغيتو التمر يعني التمر او او شريحة او باش تحليوا ممكن كذلك انا غدا نزيد لها هنا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون وغدا نجمعها بالماء اللي كفاني انا ايه هنا تقريبا زوج ديال اكواب ديال ديال الماء باش اجمعت هاد الحلوة المليحة باش خاصة انك يكون الكاكاو كنزيدو ذيك المليحة باش كتديرو حتى باش توازن في الاكل وبالنسبة الماء كتبقوا تزيدو بشوية بشوية هاد الوصفة هاد يتجي حتى بالشعير ممكن نديروها بالشعير ممكن باش تحلي وممكن عواض ما تديرو التمر ممكن تديرو حتى الخروب يعني الخروب غير باقي ما اخذيتوش ذاك شي علاش مائر فطارحة هاد الحلوية هادو كندير فيهم الخروب سافي هنا شفتوا خاصة تقريبا باش تجير طبا الى قدرتوها ناشفة تقدر تجيكم كتفرتد وتجي تتفرتد وتقدر تجيكم شوية قاسحة ذاك شي باش خاصة العجينة تكون شفتوا انتو بخصة تكون الرطبة هكذا سوف نديرو غير بسكويت هكا صغير ورين وغدا نزينو بشوية بشوية شكولات اللي بطبيعة الحالة مش ضروري يعني ممكن نزينوها غير بشوية زنجلان او الكوك اللي هو جوز الهند او او اللوز او كوكاو يعني باش ما زينتوها وعلى بالنسبة الكوكاو ممكن نزيدو حتى في الداخل ديال اجينة سوف نستمر بهالطريقة حتى بالنسبة للطهي ديالها هادي تنذير لها 180 دراجة نخليها تقريبا من 10 دقيقة الاربع ساعة تكتقبط راسها وكنخلي واحدة كتبرد قعد نقدموها انا احطت مع التصوير ذاكشي اللي شراني طيب تكون شيف مرارة غير قسمتهم لكم في التصوير يعني ذاكشي بش راضا نمريهم لكم هما بقين سخين تافي هادي هي النتيجة يعني حلويات بسرعة رغمشي تقديت ودخلتوا عدة باش وجتهم كي يبقوا مزيانين أسبوع سوف تكون هذه الحلوة هذه الحلوة ستجمعها بالبيض ستجمعها بالماء ستجمعها بيكاربونات ستجمعها ستجمعها بيكاربونات ستجمعها بيكاربونات حلوة الآخر سوف تخطو بيكاربونات يأتي بيكاربونات سأنجمعها بالطباق ستجمعها بطباق و زوينة سأتمنى فيديو اليوم فيديو جديد سلام عليكم ورحمة الله